السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيبي عاملين ايه يا ربي تكونوا في احسن صحة واحسن حال النهاردة معنا فيديو جديد وخبر جديد وزي ما متعودين هنصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا كلنا كنا متابعين قضية متحرش كتار الروسي القاهرة أسوان وكلنا كنا عايزين يعرف ايه الاجراء القانون اللي هيحصل وايه اللي حصل ومين هو الشخص ده أصلا وايه ظروفه وايه اللي يخليه يعمل كده مع ولد صغير كل الحاجات دي وكل التفاصيل دي هنعرفها مع بعض في الفيديو بتاعنا بس ياريتنا تنسوش تدعموني باللايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد ندخل على تفاصيل الخبر بتاعنا محامي قررت النيابة العامة حبس المتهم بارتكاف فعل فاضح في قطار القاهرة أسوان اللي هو القطار الروسي أربع تيان على زمة التحقيق بسبب اتهامه بارتكاف فعل فاضح داخل القطار كما أمرت النيابة بفحص الفيديو المتداول على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأكد أحمد رشوان اللي هو المحامي بتاع المتهم إن المقطع اللي هو متداول على كل المواقع ما فيهوش حاجة دين موكله وإن كلها إيحاءات من مواقع الفيسبوك والواقعة في خيال كل شخص تصورها أنا مش معاك خالص يعني أنت ما شفتش الفيديو علشان تقول دي كلها إيحاءات أنا مش عارفة صراحة وكمان أسرة المتهم اللي أجرت معاها جريدة الوطن مقابلة إمبارح والمتهم بارتكاب فعل فاضح داخل القطار القاهرة أسوان اللي هو القطار الروسي أكدت أسرته إن هو ميسور الحال ومتزود من اتنين ولديه تمن أبناء منهم ثلاث فتيات متزوجات والشباب خمس شباب في أعمار ما بين العشرين والتلاتين وطبعا الأسرة إنصابت بصدمة كبيرة جدا بعد تداول المقطع ده على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أسرته إن هي تصابت بصدمة كبيرة جدا وكمان أكدوا إن بنته أول ما شافت الفيديو إن وقعت على الأرض وتنقلت للمستشفى وبعدها تم القبضة على المتهم وأمرت النيابة حبسه أربعة أيام على زمة التحقيق ولحين البس في القضية وفحص الفيديو المتداول على كل مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا أنا عايزة أعرف إيه واحد متجوز اتنين ومعاك ثمن أبناء إيه اللي يخليك إن انت تعمل حاجة زي كده شوهت سمعتك وشوهت سمعت بناتك وولادك بحاجة قذرة ما قدرش أوصفها بإن هي فعل فضيع وقذر يخرج من واحد في السن ده وطبعا لو وصلتوا معي لحد هنا ياريت لايك وشيروا فعلوا زر الجنس عشان يوصلوا كل جديد في القضية